من أين لك هذا؟ قانون طال الحديث عنه في العراق منذ سنوات ولم يجد طريقه لتفعيله والعمل به وفق هذا النص جملة عراقيل افتعلتها كتل سياسية عرقلت تمريره لكونها تدرك أن شرره لربما سيطالها حال المصادقة عليه نظراً لإمكانية استخدامه كأداة ابتزاز تضرب أحزاب السلطة بعضها البعض القانون روجت له النزاهة البرلمانية اليوم على أنه تشريع جديد سيحبد من الفساد ويتابع تضخم أموال المسؤولين في الدولة رغم أن نواته موجودة ضمن قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والذي لطالما كان مجرد حبر على وراق وفق مراقبين لما تضمنه من إجراءات وصفها بالشكلية والتي لم تطبق على أرض الواقع والنتيجة كانت ضياع نحو 400 مليار دولار من أموال العراق كما بالغ هربت إلى الخارج وأخرى أهدرت على ما يقرب من 9000 مشروع وهمي أو رواتب دفعت طوال سنوات لأكثر من 300 ألف موظف ليس لهم موجود وغيرها كثير من أبواب فساد دفعت لتصنيف العراق ضمن الدول الأشد فسادا في العالم وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية رئيس هيئة النزاهة ودون أن يسمي الأسماء بمسمياتها اتهم مؤسسة حكومية رسمية بالتستر على الفساد ملوحا في استعراض إعلامي وكما سبقوه بالقصاص من الفاسدين أن هذا العمل لن يمنع هيئة النزاهة من أن تحقق مفتغاها أبدا وسنحاسب كل من يسعى إلى تقويض أسباب النجاح والعودة بنا إلى أيام الفساد المظلمة العراق لن يعود إلى أيام الفساد المظلمة كما يقول رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون دون أن يتطرق لأبشع صفقة تسوية جرت قبل أيام فقط عفيت بموجبها أحزاب السلطة من أموال سلف تسلمتها وزارات كانت بعهدتها قدرت بنحو 160 تريليون دينار مقابل تمرير أسوأ موازنة مالية كما يصفها صندوق النقد الدولي فالفساد على ما يبدو ليس فسادا بنظر حكومة الإطار إن كان الأمر بتوافق وقبول سياسي بالمزيد الفيوات مع بعض التس Luقي صب Ар ب Heck